بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة مصر الدولة الوحيدة اللي الدهب بيرتفع فيها النهاردة ومرتين مش مرة واحدة والنسب كويسة تخيلوا لما جنيه الدهب يعلى النهاردة حوالي 600 جنيه أو 580 جنيه في يوم واحد أو في أقل من 10 ساعات والدهب بقى مرة مصر بينخفض وده له مبرراته وده له مبرراته هقول لحضراتكم دلوقتي ايه التوجهات اللي ممكن تحصل في الأيام اللي جاية وممكن نشوف ارتفاع هيكمل ليوصل للـ 2800 ولا هيرجع ينخفض تاني وياخد مؤشر الانخفاض ونوصل للـ 1500 جنيه والـ 1700 جنيه اللي كنا بنسمعها أبيع ولا أشتري هقول لحضراتك دلوقتي حالا هجاوب حضراتكم على كل التساؤلات دي بس ياريت لو حضراتكم مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد النهاردة الدهب بيرتفع للمرة التانية في يوم واحد الدهب ارتفع من أكتر من أسبوع قلت لحضراتكم في حال تعويم ولا لا حضرتك في الحالتين هتشوف ارتفاع في أسعار الدهب لكن النهاردة بصراحة كان شيء غريب جدا الكلام ده كنا بنتكلم فيه أنه هيكون بعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي لكن اللي بيحصل النهاردة أنه الدهب بيرتفع وقابل إعلان نتيجة البنك المركزي على فكرة ده شيء طبيعي جدا لأنه داخل على أسبوع أعياد مش هقول لا ولكن التوقيت غريب جدا 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 يرتفع مرتين في يوم واحد وفي أقل من عشر ساعات بالشكل الغير مبرر ده ومش طبيعي ده أنا قلت لحضراتكم أنه تجار الدهب منتظرين لما يتم الإعلان عن نتيجة اجتماع البنك المركزي ليه؟ لأنه خفض الدهب على أساس أنه هو لسه منتظر أنه هيكون فيه تعويم ومش غصق أو أنه مش هيكون فيه تعويم وممكن يكون فيه تحرير سعر صرف أو تحريك بقيمة أو بأخرى لكن هو مش متأكد أنه يكون فيه تعويم ولا لأ منتظر لما يبقى مفيش تعويم وساعتها هيبقى عامل حسابه أنه خلاص مفيش تعويم يعني مفيش شهادات جديدة مفيش رفع الأسعار الفايدة فالسيولة اللي في السوق مش هتتسهب هيكون الاتجاه ناحيته يرفع أسهار الدهب برحته ولكن النهاردة الدهب ينخفض بشكل رهيب عالميا وطبعا ده سببه احنا عارفينه تصريحات الفدرال الأمريكي اللي كانت مبارح تقريبا 10.5 بالليل رفع أسعار الفايدة برفع أسعار الفايدة في الاجتماعات القادمة لما صرح وقال مبارح أنه أمام الكونجرس الأمريكي أنه في الأيام اللي جاية لا هيرفع أسعار الفايدة وأنا قلت لحضراتكم ده مش التصريح الأول بس تأكيده على التصريح برضو ضرب الدهب أو ضرب مؤشر الدهب وكان إيجابي في ناحية مؤشر الدولار مؤشر الدولار تفع ومؤشر الدهب بدأ ينزل تاني قال أنه في الأيام اللي جاية سياسته الوحيدة هتكون هي سياسة رفع الفايدة على مدار العام الحالي اللي هما في اجتماع شهر سبعة وفي اجتماع شهر تسعة وده أنا قلت لحضراتكم بارح في الحلقة بتاعة إمبارح طيب أسعار الدهب عالميا دايما السوق عالميا بيكون سواء الرفع أو الانخفاض في شيء منطقي ومبرر لكن عندنا هنا في مصر بصراحة التسعير سواء بصورة يعني في ناحية أنه يرفع أو ناحية أنه يخفض أسعار الدهب بتبقى صورة عشوائية وغير منظمة وغير مبررة بترجع لأهواء مسعيري الدهب النهاردة الصبح الدهب ارتفع أكتر من السعر اللي أفعل عليه مبارح بالليل بصورة مش كبيرة قوي بس أنا حبيت أعرف الأول الاتجاه هيكمل الصعود ولا هنلاقي في آخر اليوم هبوط تاني زي ما شفنا في الثلاث أيام اللي فاتوا الدهب كمل تاني ورفع كمان مر للمرة التانية في أقل من عشر ساعات قلت لحضراتكم كدير جدا لعشر أيام الماضية أن المستويات الحالية مستويات محترمة جدا للشراء وممكن في الأيام اللي جاية ما نشوف هاش تاني إطلاقا النهاردة بدأ الرفع مرتين أسعار الدهب في محلية الساغة دلوقتي اللي تقدر تنفس بيها فيه أوقات كتير جدا يدي لحضرتك سعر وتيجي تروح تشتري ما بتلاقيش تنفيذ على أرض الواقع لكن دلوقتي الأسعار اللي أقولها لحضرتك دلوقتي ده اللي بيتم التنفيذ بيها بالفعل دلوقتي وقت تسجيل الحلقة عيار 24 مسجل 2530 جنيه عيار 21 مسجل 2225 جنيه عيار 18 مسجل 1900 جنيه وجنيه الدهب مسجل 17700 جنيه والأوقية سجلت 1924 دولار وطبعا فيه عندنا هنا الخفاض ملحوظ جدا في الأوقية أما عندنا هنا في أسعار الدهب شايفين ارتفاع ما بين الـ 40 والـ 50 والـ 60 والـ 70 جنيه والدهب سجل 17700 جنيه الدهب يعني تقريبا 600 جنيه و 580 جنيه ارتفاع من حوالي عشر أيام كانوا بيقولولنا إنه لا إحنا عايزين نمشي مع السعر العالمي الغريب هنا بقى إنه إحنا سمعنا من رؤساء شعبة الدهب مبارح وأول إنه إحنا كده لا مش هينفع تماشيني مع السعر العالمي أنا مش هينفع أمشي مع السعر العالمي اللي هما وزير التموين ورئيس شعبة الدهب قالوا إنه ما ينفعش الدهب هنا يمشي مع السعر العالمي ولو الدهب انخفض هننخفض معاه ولو ارتفع هنرتفع معاه وده اللي كانوا بيقولوا الأول لما كانوا اللي انخفاض بيزيد وكانوا بيقولوا ان احنا عايزين نوصل للسعر العالمي النهاردة بقى الموضوع مختلف تماما بالرغم من انخفاض في اسعار الدولار كل يوم بالسوق الموازي هتقول لي انا مالي ومالي السوق الموازي هقول لحضرتك لأ معلش حضرتك مالك ومالي السعر الرسمي الدهب عندك اصلا بيسعر بالسعر الدولار في السوق الموازي كل شوية الدولار بينخفض في السوق الموازي والدهب بينخفض عالميا ومع ذلك النهاردة الدهب عندنا في مصر بيرتفع محليا وبيكسر رقم جديد وبيوصل لمستوى أعلى ونقطة مقاومة زيادة وده شيء طبعا غريب جدا جدا الغريب ان الارتفاع ده يبقى مرتين في أقل من عشر ساعات وطبعا أكتر ناس خسروا في الأوقات الماضية أو الأيام الماضية اللي بسرعة راحوا يسمعوا للتصريحات السلبية والمضللة اللي كانت بتتصدر ليهم لبيع الدهب بسرعة لدرجة سمعنا أنه الدهب هيبقى بألف وخمسمائة جنيه بسرعة ارحق بيع الدهب اللي معاك قبل اجتماع المركزي والله حرام عليكم اتقوا اللي شوية في شاء المصريين وتعب المصريين كتير جدا كنت بقول لحضراتكم قوع تحول دهبك لفلوس اشتريت الدهب انسا تماما ولا تتابعني ولا تتابع غيري اعتبر نفسك شاري شهادة في البنك ليه لما بنشتري شهادة في البنك وبنشتري عقار بننسى تماما لما بنشتري ربع جنيه دهب بنقعد كل يوم نتابع كل البسطات وكل المواقع وكل حاجة بسرعة الدهب فين الدهب وصل لفين الدهب وصل لكام اللي معاه قليل واللي معاه كتير احنا قلنا حضرتك بتتدخر وبتستثمر يعني مش بتضارب في الدهب الموضوع يختلف تماما المضاربة حاجة والاستثمار والادخار حاجة بتستثمر وبتتدخر يعني هتشتري الدهب وهتشيله قيمة مش اقل من سنة يا جماعة ده فيه ناس بتستثمر في الدهب وبتداخل في الدهب قيمة عشر سنوات احنا دايما بنقول لحضراتكم الحد الادنى تماما هو سنة بقول لحضرتك سنة انسى الدهب سنة واحدة حضرتك بتشتري الدهب النهاردة وبكرة الصبح تقعد على النت كل حاجة موجودة عن الدهب بتتبعها وكأنه لو الدهب رفع هتروح تبيعه ولو انخفض بتزعل عليه وتتقهر على الفلوس اللي معاك او الفلوس اللي حطيتها في الدهب لما حد يقول لحضرتك خبر اسمع منه الاسباب والمبررات لكن ما تخليش حد يقول لحضرتك تصريح وهو كده وخلاص يعني الدهب هيبقى ب1500 جنيه وهو كده وخلاص طيب قول لي ايه المبرر اللي ده او حضرتك معطياتك للمعدلة اللي هتوصلني في الاخر للدهب 1500 جنيه ايه هي بصراحة ظروفك العالمية وزي ما قال وزير التموين ورئيس شعبة الدهب بتخليك في جنب والعالم كله في جنب تاني خالص والدليل اهو كل دول العالم الدهب فيها بينخفض والناس بتشتري بشكل رهيب في مصر عندنا الدهب بيرتفع مرتين في اقل من 10 ساعات طيب هتقولي دلوقتي بسرعة بيع الدهب اللي معايا ولا انتظر ولا ايه طبعا حكاية تبيع الدهب اللي معاك بدأت الاجابة توصل لحضرتك الوحيد اللي زعلانا النهاردة اللي بسرعة بيع الدهب اللي معاه قلنا الحضرتكو كتير جدا ما تتخلاش عن جرام واحد من الدهب ده كده بالنسبة للناس اللي معاها دهب دهب بدأ يرفع تاني وهيرفع حتى لو نزل النهاردة ولا بكرة لسبب اي قرار او اي شيء هيحصل في اجتماع البنك المركزي من ايام اللي جاية هنشوف ارتفاع وبعد شهر 9 ممكن تشوف تزبزم ما بين هبوط وارتفاع من هنا شهر 9 حتى اخر مرة الفيدرالي الامريكا يرفع فيها اسعار الفايدة قلنا الحضرتكو كتير جدا البنك المركزي المصري عندنا مش متحكم في اسعار الدهب او قراراته مش بتأثر قد كده في اسعار الدهب بتأثر في موضوع الدولار او انه حضرتك تشوف شهادة جديدة ولا لا في موضوع البنوك لكن بالنسبة للدهب اللي بيحكم حضرتك هو الفيدرالي الامريكي الفيدرالي الامريكي قال مبارح انه لسه هيكمل في رفع اسعار الفايدة لحد شهر 9 بعد شهر 9 يكون وصل للمستهدف بتاعه 2% من التضخم وهيبطل يرفع اسعار الفايدة بعدها تشوف مستويات تانية خالص للدهب ما تقوليش و 1500 و 2500 و 2800 لا ممكن توصل لل 3000 جنيه للجرام في مصر طيب الوقت مناسب للبيع ولا للشراء الوقت الحقيقة لا مناسب للبيع ولا للشراء غير بعد ما نشوف نتيجة اجتماع البنك المركزي وتأثير القرارات هيكون ايه اما في حال ما فيش قرارات جديدة وسبت اسعار الفايدة على المستويات الحالية هنشوف الدهب سابت على المستويات الحالية وممكن يكون فيه ارتفاع بسيط او انخفاض بسيط ولكن لسه المستويات الحالية مناسبة للشراء وكويسة احنا قلنا ما بين الـ 2100 للـ 2300 المستويات كويسة جدا للشراء لكن برضو بنفس الشروط اللي بنشتري بيها كل مرة اول حاجة هتشتري الدهب بتاعك بجزء من فلوسك مش كل فلوسك رده رقم واحد رقم اتنين الفلوس بتاعت حضرتك مش هتاخدها وتروح مرة واحدة لسه غلاء هتشتري عنده كل نقطة انخفاض بجزء من فلوسك الحاجة التالتة هتنسى التهب تماما تماما وهتنسى خالص هتشيله على جنب ومدة مش اقل من سنة وبعدها السنة اللي جاي ان شاء الله زي دلوقتي هتحقق طرجة من المكسب محترم جدا 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 اكتر واقوى من اي سلعة ممكن حضرتك تشتريها في مصر حتى لو كان الدولار الدولار انا بتاجر فيه وانا ملاحق امنيا لكن اشتري الطن دهب وعينه في بيتك مفيش اي حد خالص يقدر يعني يلاحق قدرتك امنيا الحاجة اللي بعد كده مش اي دهب انا اروح اشتريه انا مش باشتري شابكة عشان كده بقول له حضرتك يرجعوا للحلقة دي الحلقة دي هتقول له حضرتك اينه على الدهب اللي تشتريه اينه السبيكة وينه على الجنيه الدهب وينه على المشغولات الزهبية وايه اللي يكتب لي في الفاتورة افك التغليفة ولا ما فكش التغليفة احكاية الكاشبك وكل الكلام ده كله ان تكونوا حضرتكوا استفدتوا ولا بمعلومة واحدة من الفيديو بتمنى من حضرتكوا لو استفدتوا بمعلومة واحدة من الفيديو ما تنسيشوا ضغطوا لايك وشير للفيديو واشوفكوا في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله